السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات عمرك خمسين سنة أو أكثر اتبعت نظام غذائي أو تمارين رياضية أو عندك سمنة وزيادة وزن وحاولت تنزل وزنك اليوم وبعمر خمسين سنة وما فوق سأدلك على مجموعة خطوات وطرق أنصحك باتباعها وسأدلك على الأسلوب الأمثل لنظام غذائك حتى تتمكن من إصلاح الخلل الهرموني لديك وأيضا التخلص من الدهون والوزن الزائد عندما تصبح بعمر خمسين سنة أو أكثر تنقص الكتلة العضلية لديك ويزداد ذلك مع تقدمك بالعمر وينقص معدل حرق السعرات الحرارية من خلال عملية التمثيل الغذائي لديك هناك أيضا تغيرات هرمونية تحدث في خلايا جسمك بشكل طبيعي فخلاياك تصبح أقل حساسي للإنسولين مع تقدمك بالعمر وهذا يجعل كسبك للوزن أمر أسهل وأيضا يمنع فقدانك للدهون ما تحدثت عنه يمكن أن يكون سببا لعدم نزول الوزن أو البطء في نزوله وهذا سيشعرك بالإحباط كي تتغلب على هذه المشكلة يجب أن تتناول الطعام بطريقة تحافظ من خلالها على مستويات الإنسولين منخفضة يجب أن تقلل من تناول الكربوهيدريت وخاصة الكربوهيدريت المكررة مثل الحلويات والخبز والماكرونة وغيرها هذه الأطعمة ترفع مستوى الإنسولين بإمكانك على وجبة الفطور الصباحي مثلا استبدال طعام عالي الكربوهيدريت مثل الخبز والكعك أو الكروسان بورق الخس مع بيطين وملعقتين من زيت الزيتون وعلى الوجبة الثانية يمكن استبدال سندويشة البطاطا المقلية أو الفطائر أو الماكرونة بطبق من صلطة الأوراق الخضراء مع زيت الزيتون وقطعة لحم دجاج أو سمك أو طبق من البقوليات إذا كانت وجباتك الطعامية تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدريت يمكنك تحقيق نتائج أفضل بكثير في إنقاص وزنك غير نظام طعامك من نظام تناول طعام طوال اليوم إلى نظام مرتبط بأوقات وساعات معينة معظم الأشخاص بعمر 50 سنة وما فوق يتناولون الطعام على مدار اليوم من بداية النهار حتى النوم مع فترات راحة قليلة جدا هم اعتادوا على تناول حليب وكعك وصندويش جاهز همبرغر بطاطا مقلية كروسان كولا مياه غازية فطائر بسكويت وعصير فواكه موالح إن الارتفاع المستمر بمستوى السكر بالدم وأيضا بمستوى الإنسولين بالدم يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب نظام تغذية يعتمد على هذه الأطعمة وبشكل غير منظم وغير مقيد بأوقات محددة وأيضا عدم الالتزام بنظام الصيام المتقطع فأنت عندما تتبع نظام صيام متقطع أنت تمنح جسمك وأجهزتك فترة راحة تسمح بانخفاض مستوى الإنسولين بالدم بين الوجبات في الصيام المتقطع أنت تتقيد بأوقات معينة وعدد ساعات معين وتستهلك خلال يومك سعرات حرارية معينة وهذا يكون له تأثير إيجابي وفعال في نزول وزنك الزائد وأنت بعمر الخمسين سنة وما فوق وطبعا نظام الصيام المتقطع مفيد في جميع الأعمار هو صيام عن الطعام أما الماء والمشروبات الساخنة بدون سكر فهي مسموحة يمكنك مثلا البدء بتناول الطعام الساعة 9 صباحا والانتهاء من تناوله خمسة مساء وجبة أولى ووجبة ثانية وبينهما يمكنك تناول وجبة صغيرة ثمرت فاكهة أو حفنة مكسرات نيئة جوز أو لوز أنت عندما تزيد الوقت بين وجبتك الأخيرة وموعد النوم فإنك تحسن حساسية الإنسولين واستقرار مستواه هذا الأمر في غاية الأهمية كل ما سبق سيجعلك تنام بشكل جيد وبأقل مستوى من الإنسولين مما يؤدي لزيادة فقدانك للدهون أثناء النوم قد تشعر بالملل أحيانا بعد أن أصبحت في هذا العمر خمسين سنة وما فوق المشي هو أحد أفضل الأنشطة بالنسبة لك خمسة عشر دقيقة في اليوم لها العديد من الفوائد وإذا فكرت بالاستفادة من المشي في إنقاص وزنك فهناك طريقة هامة جدا عندما تمشي خمسة عشر دقيقة ابدأ بالمشي بوترة مريحة لمدة دقيقتين ثم قم بالمشي بوترة أسرع لمدة دقيقة وبعدها اركض إذا كنت قادرا على الركض لمدة دقيقة واحدة كرر ذلك من أقل شدة إلى أعلى شدة يعني من المشي المريح إلى المشي السريع أو الركض استمر بذلك لمدة خمسة عشر دقيقة هذا سيزيد من حرق جسمك للسعرات الحرارية وسيزيد معدل ضربات قلبك ومعدل تنفسك فتتحسن حالتك المزاجية فخلال فترة قصيرة ومع مرور الوقت ستعتاد على هذه الأوقات وهذا النظام التغذوي الصحي وسيستقر مستوى السكر في الدم لديك وأيضا مستوى الإنسولين في الدم وهذا يجعل رغبتك في تناول الطعام أقل الأمر يحتاج منك فقط لصبر واستمراري إياك أن تفكر بطريقة سلبية استمر فجسمك لا يحب التغيير هو يحب الروتين ولن يستجيب بداية لكن لفترة قصيرة طيب ما هي الخطوات والمفاتيح الهامة التي تزيد من حرقك للدهون بسرعة الخطوة الأولى تناول أغذية ترفع من حرارة الجسم مثل الكركم والزنجبيل والقرفة والفلفل الحار وهذه الأغذية تساعد على زيادة حرق الدهون المتراكمة في الجسم ولها فائدة كبيرة بشكل خاص للأشخاص الذين لديهم مشاكل قلبية وارتفاع كوليسترول والزنجبيل الطازج هو الأفضل والكركم مع قليل من الفلفل الأسود فعال جدا لحرق الدهون وتناول أيضا السلطات والأوراق الخضراء قبل تناولك للطعم فهي غنية بالألياف وتساعد جسمك على زيادة حرق الدهون وتنظيفه من السمو وتعزز شعورك بالشبع بالإضافة إلى أنها تقلل من امتصاص النشويات والكوليسترول الخطوة الثانية تناول الدهون والدسم كي تحرق الدهون المتراكمة في جسمك والمعتقد الخاطئ عند معظم الناس أن حرق الدهون وتنزيل الوزن يحتاج للابتعاد عن تناول الدهون وطبعا العكس هو الصحيح فتناولك للدهون يزيد من إفراز هرمونات هامة جدا في جسمك وخاصة هرمون النمو فإفرازه يزيد من حرق الدهون وعندما تتناول الدهون عليك باختيار الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات الجوز واللوز والزبدي الحيوانية والسمن العربي من مصدر حيواني والأفوغادو الخطوة الثالثة تناول بروتينات لتحسين عضلات جسمك فوجود العضلات يؤدي إلى حرق أضعاف من كميات الدهون تناول دائما بروتينات من مصدرين حيواني ونباتي يعني لحم أحمر، لحم دجاج، سمك، بيض وأيضا بقوليات حمص، فول، عدس واتبع نظام غذائي قليل النشويات لتقلل من إفراز الإنسولين لديك فارتفاع الإنسولين بشكل مستمر يلعب دور أساسي باعتراض هرمون الشبع وبالتالي عدم شعورك بالشبع بالإضافة إلى أن الإنسولين يقوم بتحويل السكر في الخلايا إلى دهون الخطوة الرابعة، كي تعمل الرئتين عندك بشكل صحيح وتتنفس وتتعرق وتحرق الدهون بسرعة اشرب السوائل والماء فأنت بحاجة لتناول 2 إلى 2.5 لتر ماء يوميا أنتظر منكم دائما وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم في المواضيع التي أطرحها وأتحدث عنها أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني في هذا الفيديو وفي كل فيديو أقدمه أن يدعو لروح أمي الحبيبة الغالية أم نوار بالرحمة والمغفرة عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتورة أكابر خضور علي استشاري بالأمراض الباطن والغدد والسكري واختصاصي بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر كأطباء أمراض باطني وأخصائيين في التغذية دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته